اشتركوا في القناة هناك قصص مختلفة ونريد اليوم أن نسأل هل هناك فعلا حب حقيقي سؤال يطرح الكثيرين منكم خاصة اليوم بعيد الحب والفالنتاين لذلك في هذه الحلقة قررنا أن نستضيف قصص حب مختلفة من مختلف البلدان العربية قصص حب تعبر عن الواقع سنتعرف على قصة صلاح ويارا من سوريا وهن سبحا من أجل الحب كيف؟ لحن نعرف محمد المصري وأنيكا الألمانية جمعا ما بين الشرق والغرب سارة وأبو جاد يعيشان حبهما اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي من المغرب ويسين وأبو ثينا يكملان بعدهما البعض جسديا وروحيا طبعا أنا الموجود حتى الآن لحالي بالستوديو ولكن الجولة لح تكون مع مختلف القصص لأنه محلو الواحد يعيد عيد الحب وحيد وكل الوحيدين اليوم لح تشعروا وتقولوا لأ لازم نحب لحنبدأ البداية تكون مع المغرب وينضموا لإلاينا الآن عبدالله المعروف بأبو جاد وأيضا سارة أهلا وسهلا أهلا أهلا أنت تسمعوني منيح اليوم الأسبوع اليوم الاحتفال بعيد الحب وبعيد الفالنتين أنت تعيشوا قصدقهم على مواقع التواصل الاجتماعي لماذا عملت ذلك بإيدك؟ لماذا عملت ذلك بإيدك؟ حيث قضيت عيد الحب يعني تشبقى شكلية أيامنا كلها حبك؟ سارة ما بغيش يجيب هدية ما بغيش يجيب هدية جعفر عاوني فهمتي عاوني بلا بالصح ديما الفرح وديما العيد وديما الحب طيب سارة طيب هو بعدما جاب لك هدية بعدما جاب لك هدية لا الله لا ما زال ياك ديما الهدية دائما دائما لا يجيب أن يسبق لي يا رجل ما رح نأيامنا كاملة حب لا يجب أن نشريه بابا حسنة هل اختلف؟ سارة هل اختلف قبل الزواج وبعد الزواج؟ قبل الزواج هدية أو عيد الفالنتاين؟ صراحة صراحة لا ما كانش اختلاف حيث هو احتل نهار بنهار وعنتي دي المفاجأة ضوك أنا ما زال كنت سنننبا ما زال كنت سننن الهدية ما زال كنت سننن مفاجأة عائلة أقرباك أنتو صح؟ أه هو ولد عمي وأنا ابنت عمي أه أنت بنت عمي؟ أه حيث أنا ولد عمك صحيح حنا أبناء العم هل كانت هل كان زواج تقليدي ولا كان زواج فعلا حب وقلتوا بتحبوا بعض ولا قالوا الأهل هنتوا مناسبين لبعض كما ما يحدث في بعض العائلات لا ما كانش زواج تقليدي كان زواج وما كانش زواج حب كان نص نص كان يعجب كان حب من طرف واحد أخويا لا كان هدروه حيث إحنا يا ولاد العم يعني عادي نكونوا أنا لا كان هدروه فيسبوك هي الطرف هي تفضلي كمبل حتى الواحد النهار هو دجا مطلق حتى الواحد النهار جف وقال لي زواجت لي كما ما بغيت زواجني في واتساب واتساب وحد النهار عملت لها مفاجأة طب سارة سارة لما بتقولي نصف حب لماذا كان حب كامل وليه تزواجني إذا نصف حب حتى الحب الكامل جهتا بعد زواج ما حتى في تقاليدنا وفي تربيتنا ما يمكنش يكون حب كامل من الأول وما زل ما كير بتنجي أنا ويهرب طيب ليه ما ممكن يكون حب كامل أيضا في حالتنا يعني ما كانش كانت تقريبا إعجاب كبير إعجاب الشخصيات هو الشيء يا جعفر الكثير من الشباب تخلط بين الإعجاب والحب كان البنت اللي غير تشوف واحد تقول أنا حبيته ورا إعجاب وأنا بما أنني العمر كبير على صارة أنا عقل على من هي صغيرة كانت صغيرة في العائلة أنا في عمري الآن 32 عام هي في عمرها 23 عام بينتنا 9 سنوات يعني كنت خارج من تجربة يعني نسبيا فاشلة من طلاق إلى آخره واختارت بعقلي قبل أن أعجب بها وفين الفكرة ترسخات عندي في الدهن ديالي طبعا ولا الإعجاب ولا واحد يعني في الدخل ديالي بحالة باغي نتكلم معاه وباغي نقترها على الفكرة وكان شوية الوقت مناسب ولكن رغم ذلك درت الخطوة بس سارة لما قبلت به قبلت عن كامل رضاقي أنت بعدها قولي لا ما جاوبت ليش في الواتساب خليها أيها خليها سارة أنت وفقتي بكامل رضاقي بس آه وفقت بكامل رضاقي ولكن حتى عدبته شوية خليته موضة طويلة لكي تسنى الجاوب ديالي لما جاوبت شاولي غير قرأت وخليته طب ليه وفقتي بالنهي عدبت ليه وفقتي بالنهي حيث مربي مخلق مثقف حنون يعني جاوبت اللي ممكن أنني نتخيلهم في زوجي المستقبالي كانوا فيه طيب واليوم بتندمي ولا حب حقيقي لا صراحة حقيقي أكثر من دك شي لك أنت كانت خيل الحمد لله حمد لله طبعا أنتم معروفين على مواقع التواصل الاجتماعي وأكثر كمان أبو جاد عندك صفحة اللي بتشاركوا فيها حياتكم اليومية عم بتشوف الآن بعض من هذه اللقطات على التواصل وعندكم الملايين من المتابعين لكم وبتشاركوا حياتكم اليومية فيه طبعا قضايا مختلفة بتخص المتزوجين الجدد بتأثر عليهم كيف بناشوا خلينا نشوف تقرير من الحلقات التي تعملوها التي تعملوها التي تعملوها عنوان المرياج الزواج وهي تدخل الأم أو عدم تدخل الأم بعض الأحيان وخلينا نتابع إذا وقع شي مشكل بينك وبين مرتك ما تبسيش تزريت كل والدة ديالك لأن أنت ومرتك تقطط صالحه ولكن الوالدة ديالك تقدر لماذا تحمل مرتك وتتقاوح البنازو ذاك شي ليعيش ولك راجلك في أيام الخطوبة يقدر ما يتعاوش ذاك شي ليش تمتعي بالحاجات الجداد حيث كلها مرحلة وحلوة طيب اليوم اليوم شفنا بالفيديو طب الحياة اليومية مين بيتدخل من بيرو عند الأهل أول شي إذا صار فيه أي سوق تفاهم صراحة ما عمرش واحد فينا ما مش عند شي واحد من الأهل ديال لبش يدخلي إحنا مشاكل ناكن حلوهم بيناتنا ديمن 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 مهما يعني تطلب الأمر من قصاوة حيث مش دائما سهل أن تحل المشاكل لأن هي شخصيتها قوية وأنا شخصيتها قوية فتبارك الله قدما حبنا قوي قدما منين ما تفاهموش تنقوم تبتين بمواقفنا تلخر ولكن الحمد لله تنحل مشاكلنا بيناتنا عندي سؤال ليه قررت تنقل حياتكم وحياتكم الخاصة إلى العلن هو عبد الله كيف ما قلت قبيلا قبل مني قبل من ديروا حياتنا نحن كان هو موجه كان عنده صفحة تزيد على مليون وسبعمائة ألف متابع صفحة خاصة دياله عبد الله أبو جيت وصف يفش تزوجنا جا عندي وقل عندك اختيار بين تزول هذا بخوف اللي عندك حيث أنا كان عندي بخوف العادي في صحاباتي تصوراتي ذاك شي عادي قال يا تزولي يا ديري صفحة اللي غادي كوني متأكدة غايجيو المتابعين ديالي اللي عندك يشوفوها ومنها نحن نفيدو الناس نفيدو نعطوهم لصائح ونعونوهم ونساعدوهم صفحة ذاك شي اللي كان ولكن صراحة ما كان كتر من ذاك شي اللي تخيلنا حيث أنا تخيلت غايجيو الأعمار نعم وين الحدود وين الحدود لحياتكم الخاصة لأنتوا بتعيشوا اليوم قصتكم على مواقع التواصل الاجتماعي يعني أنا أنا بعرف أنت أبو جاد بيهديك يهديي بعرف اليوم الحالي إذا أنت مبسوطة ولا لا بعرف إذا شي زعجيك وين الحدود هو الحدود صراحة في الأول كان وقعنا مشكل في الفيسبوك مع الناس يعني مش كل شي فهم شنو احنا بغينا نديره من ذاك الشي المشكل اللي يوقع هو أنه حتى أنا اضطرت أنني توقف على التوجيه وهي اضطرت أن الصفحة دي اللي كانوا فيها أد مينز تيعاونوها في البحث عن المعلومات إلى أخير توقفت على ذلك شي ولا الجدل الجدل على أنه لم يكن نشر حياتنا الشخصية ولكن صراحة مع مرة ما نشرنا التفاصيل الصغيرة يعني تنشر غير كل ما هو إيجابي لحظات إلى آخر نعم بس على سبيل المثال لما هلأ ممكن نشوف هذا الفيديو يلي أنتو هديته هديه لإلى بالسيارة حرفت هذه لحظات خاصة لإلكم طبعا مبسوطة في هذه الحالة شو بتقول للناس اللي بتنتئتكن أنه انتو بتعيشوا حياتكم على السوشيال ميديا أنا بعد بنسبالي بنسبالي ما فيها بس أن نشروا أو نشاركوا مع الناس لحظات لحظات من حياتنا ولكن صراحة أنا اليوم بنيابة اللي نبجوش نعتدر بزر ديال الناس اللي ما اكتشفوناش وحنا مسؤولين على الصورة والمغالطة اللي كنا عاطين فمشيني احنا في الأول كنا مجنونين بالحب ديالنا وبعلاقتنا وكان بقى ديال شي جديد يعني كنا شوي كان شي ما تهور فمشيني كنا تنشروا بزر ديال الحاجات وقع بحل النوع من تحدي لا اراضي احنا ما كناش باغين ولكن المفهوم عند بزر ديال الناس هو انه كنا يعني بحل تنزعجوهم فنحن نعتدر نعتدر على ذاك القضية اليوم قررنا من بعد ان ندروا سلسلة ديال الماريال اليوم اليوم قدي لكم المتزوجين عام ونفس عام ونفس يعني لسه عروس وعريس والحب بينتكن طيب صار اليوم بعيد الحب شو باركتي ليلو لأبو جاد غادي نقول لي انا كنبغيك بزاف كتر من النهار اللي اللي بغيت كفية أنا كنبغيك الله بزاف بزاف وغمقى ديما بغيها شوف الحب خسو ديما يتجدد وديما يتطعم لانه لخليته ترشا وتموت وتطفى واحد النهار على تتفيق وتتقول مع رأسك فينا هو فينا هي الشعلة اللي كانت في الأول احنا بنسبة لنا حتى المشاركة دي بعض الأشياء مع الناس تتجعنا حيث تلقوا بزاف الناس اللي تعجبهم ذلك شي تدعيوا معنا وتقولون الله يكمل بخير إلى آخره فتتحفزنا أكتر وتتخلي ديما ذيك الشعلة ديما ديما حبنا يعني مطعم طيب شكرا كتير لمشاركتكم معنا اليوم لحبكم وتظلكم مبسوطين وتظلكم تحبكم بعض وطبعا لحن دلنا متابعينكم على مواقع التواصل الاجتماعي ونعرف شو بتعملوا شو بكرة الهدية لح تهديها إياها شو المفاجأة لح تكون شكرا كتير أبو جاد وصارة شكرا ناطرين شكرا باي باي شكرا لح نبقى على مواقع التواصل الاجتماعي ودائما نحن بتواصل معكم لنعرف الحالة اللي أنتم فيها وطبعا بعيد الحب طلبنا أن يكون عندكم رسائل مختلفة ترسلوها لإلنا وترسلوها للناس اللي بتحبون فخلونا نشوف الرسائل اللي وسطنا والتعليقات الحب اللي كانت موجودة على صفحتنا على الفيسبوك يا الرحمن حبيبي أني بحبه جدا جدا وإني مقدرة جدا أنه معايا لحد لوقتي أمي أحبك كثيرا أحبك 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 وسأبقى أحبك طول حياتي يا سوري يا إمي الحانوني تألمنا وبكينا على جرحك هالي كبير تألمنا كبير يا إمي 24 ديجئا ديجئا اشتركوا في القناة 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 عم نشوف بعض الصور لألكم ببداية حبكم وأيضاً مع الأصدقاء إذا ممكن نشوفهم الآن على الشاشة هادي وين؟ في الغرداء دي في فندو في الغرداء تعرفتوا هون كنتوا تعرفتوا على بعض لا لا هنا دي كانت بعد الجواز بعد الجواز هون؟ هنا كنت بشتري بدلت الفرح ودول صحابي حمدي وأنا برضو كست حب هادي كمان برضو هنا في الغرداء نفس الفندو وهذا الفرح هنا الفرح بص هنا أنا كنت عامل إزاي في الصورة مكنش مصدق حياتي كده أنا مرة واحدة أنا تجوزت طيب لرد تفعل الأهل لأنه خاصة أنك من ديانة مختلفة من ثقافة مختلفة من بلد مختلفة شو قالوا لك؟ الأول طبعاً كان في صدمة من الناس اللي حوالي مش الأهل بس الناس عماتنا الحوالي اللي هو أنت مجنون هتتجوز ألمانية طبعاً عندنا في مصر عندهم اعتقادات زي ما الألمان عندهم عن العرب نفس الكلام في مصر بس 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 يعني من التعليقات من التعليقات الطريفة اللي سمعتها أن الألمان بيزحوا الصبح بيفتروا ولازم معهم ألقحوا أو لازم معهم خمرة مثلاً الكلام ده مش حقيقي طبعاً من الحاجات اللي اتحكت يعني دحكتني جداً بس وكان إيه تاني كان فيه تعليق أنت واسق متأكد أن أنت طب ما دينك هتنسى دينك هتنسى أهلك هتسافر وتسيب ناسك وعيالك هيتربوا إزاي واسق أن أنت تخلي واحدة ألمانية تربي عيالك أكيد تفهمني النقطة دي دائماً عندنا النقطة الدينية يعني عماتهم بيخافوا عليها أود كيف تخطيته هذا الموضوع الدين أنيكا؟ هو مسلم وأنا كاثوليكية هكذا ترى عرات نحن نحترم بعضنا أنا أدعمه في دينه وهو يدعمني أيضاً صوفيا ابنتنا بطبط ابنتنا صوفيا مسلمة هو سيعلمها أهم شيء سوف نبحث لها أيضاً عن مدرسة للقرآن أيضاً ونسعى أيضاً لأن تزور العائلة في مصر وانتي ما كنت حاب أنو بنتك أيضاً تاخد دينك ولا كان هيدا متفقين عليه لأنه هيدا بيكون بعض الأحيان فيني آش بيناتو نعم كنت أحب ذلك ولكن في الدين إما أو وقبل أن نتحدث عن الأطفال كان بالنسبة لمحمد هذا أمر مهم وقال لي أنا أريد أن يكون الأطفال على ديني وتوافقنا في نهاية المطاف على هذا الأمر وقلنا صوفيا ستصبح مسلمة صديقاتك وأهلك ما كانت ردت فعلاً محمد هذا هو الرجل الرجل الحياتي يعني في البداية كانوا مصدومين استغربوا وقالوا لي كيف تعرفت على رجل من مصر قالوا لي هناك رجال بما يكفي في ألمانيا والحقيقة في النهاية بعدما تعرفوا عليها رأوا أن الأمر مجدياً صحيح كل الشكوك انتهت فجأة الجميع أحبوه وهو اندمج بسرعة سألت أنا لمحمد السؤال شو الفرق بالنسبة لإله بين المرأة المصرية والمرأة العلمانية طبعاً لا يمكن التعميم مع احترامنا لكل النساء هذا شيء طبيعي وشيء بديهي ولكن أيضاً سؤالي لألك شو الفرق بين محمد وكمصري وقبل كان عندك مثلاً أصدقاء أو أصحاب ألمان شو الفرق بين الرجل المصري اليوم يلي من وجهة نظرك أنت الفرق الأكبر هو الإحساس بالعائلة هناك قيم مهمة أريد أن أؤسس عائلة أن أتزوج العائلة مهمة للمصريين ولكن في ألمانيا كثيرون لا يريدون الزواج لا يريدون أن يرتبطوا أما أنا فأحب العائلة أحب أن أكون متزوجة وكنت أحلم بأن أكون عروس ببدل بيضاء ولذلك كان هذا الفرق الأكبر يعني طبعاً خلصت يوسف؟ محمد أنت تخليت من بمصر عن كنت محامي وأيضاً أنت تشتغل في المستشفى وكنت تشتغل كمان بالغرداء بأوتيل بس أنا كنت شغال محامي في الغرداء وجنب شغلي تخليت عن كل شيء واليوم هون بتشتغل بتشتغل بشغال هاوس مايستر سيونة وشغال أبو تي كمان مسؤول عن الصادلية في مستشفى كبيرة بس شغله صعب يعني شغل أنا عمري ما تخيل أن أنا كنت تشتغل شغل اللي بدني أنا كل شغل الأول بس تخليت عن اللي أنت بدي أنت تخليت عن المحامات واليوم عم تشتغل إذا كانت بالصيانة مخصة بالمحامات لماذا تخليت عن المحامات وجيت أنا هي أنا هقدر أكمل إن شاء الله أنا بس محتاجة أوصل لمرحلة معينة من اللغة وأنا للوقت بدرس الكلام ده بدرس اللي أنا وصل للليفل اللي أنا عايزه وإن شاء الله هكمل بس يا الفكرة كلها صبر وحب أكيد يعني وطول ما هي معايا يعني هي بدنيت دفع أن أنا أكمل مذاكرة وأكمل وأوصل للمستوى اللي أنا عايز أوصله إن شاء الله ومع بعضنا هنكمل إن شاء الله وهبأ هنا برضو محامة مش هفضل طول عمري شو حلوي لما تتزوج ويكون في حب شو أحلى شي بالحب اليوم بما نحكي عن عيد الحب 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 استقرار أهم حاجة فيه طبعا الاستقرار وبنشارك بعض كل حاجة يعني يعني الوقت أنا مش متخيل لحياتي من غير أنيكا وصوفية مثلا تتحدث ألمانيا سرد؟ أنا الوقت أحكي لحد ما أفهم أكتر وبحكي كويس بس لسه موسيقى مرحلة لنا أرض عنها وأنيكا تتحدث عربي؟ تتحدث نوع نوع يعني أتكلم بعض الكلمات سلام عليكم أنا بحبك بتغني بالعربي يا نور العلم تحب عمر ديب جدا طيب Penang بس قلي أنا بسعني حبيبي نور العين كان ذلك لا 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 استطيع أن أغني أعرف يعني جملة وأرافقة في الغناء ولا أغني لوحدي لا فإنلا لا لا شو حابت إليله اليوم بعيد الحب برغم كل الفوارئ الموجودة بحياتكم أريد أن أقول له أن الوقت الذي أقضي معه أريد أن أقضيه تولى حياتي معه ومع ابنتنا كنت أتمنى لو أنني ذهبت إلى مصر في فترة سابقة وتعرفت عليه في وقت مبكر ولم أنتظر إلى الآن وأتمنى أن نعيش مع بعضنا إلى آخر حياتنا ونكون سعادة مع بعضنا البعض أنت شو بتلا؟ أولاً أنا بشكرها على ترتيب حياتي وطبعاً أتمنى أن نكمل عمرنا كله مع بعض ونكبر صفية ونشوفها أحسن الناس زي ما إحنا عايزين نوصلها إن شاء الله وأنا أحبك وأتمنى أن أنت تكوني مبسوطة معايا وإن شاء الله عندما أصل إلى مستوى معين من اللغة الألمانية سأقدر أعبرك لأنني لا أعرف اللغة بتاعتك لأنني لا أستطيع الوقت هل هي الجملة؟ ماذا؟ 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 أنا أحبك أيضاً شكراً كثير لوجودكم معنا عندنا طبعاً الورد لإله والورد هي بتقول إن أنا مش رومانسي عشان ما بقيبش وارد كثير لا أعيك هاتف بص جبت وارد شكراً شكراً كثير لوجودكم معنا وإلا وجودكم لحبكم شكراً شكراً لإله من الستوديو خليكم شوية معنا من الستوديو هنا من الحب مصري ألماني لحن نتقل إلى تونس ونتعرف على حب ياسين وبوثينا ودايماً بقولوا هني لبعد أنت تكمل نصف الآخر كيف ولماذا نشاهد هذا التقرير هو ساقي اللي نقصتها وأنا ساقي اللي نقصها أنا ما جربتش حب أقبل أنا جربت الحبة مع هاي يا با متماسكين ببعضنا رغم كل الصعوبات إن شاء الله يكبر ولدنا ويعاوض لنا تعب اللي تعبناه كل في حياتنا ونكملوا المشوار مع بعضنا وراني نحبك 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 برشاً قصة حب حلوة لازم نحكي معهم ونتعرف عليهم بوثينا أهلاً وسهلاً وياسين أهلاً وسهلاً من تونس الخضراء من بيني وراءكم أهلاً وسهلاً شوفنا الحب بالتقرير وشوفنا أيضاً اليوم يعني كامشين إيدين بعض الآن اليوم لأنه عيد الحب والله دايماً هيك دايماً نحبوا بعضنا من غير عيد أيامنا كلها عيد وكلها حب كيف تعرفتوا على بعض وليه قررتوا أنتوا لبعض خاصة أنه كما شوفنا بالتقرير عنكم يعني كل واحد قصة خاصة في أنت فقد ساقك وهو أيضاً فقد ساقه كيف تلعيته؟ والله هو اللقاء متاعنا من الأول كان صدفة وأنا حبوا علي رجال يعني عاديين ما همش معاقين وما حبيتش أنا نتزوج بيهم وهو كيف كيف حبوا عليه بنات حبوه برشا يحبوا يعارسوا بيه وهو مش مقتنع معناها بالعارس كي يتقابلنا أنا وياها اقتنعنا ببعضنا وحبينا بعضنا ياسين حبينا نخوض بي ياسين لماذا لماذا اخترت بوثينا؟ اخترت بوثينا لخاطر معناها تشبه لي في كل شي عنا نفس الحالة كيف بعضنا وفي مخة معناها كبيرة مخة كبيرة وتفكر بالباهي معناها وطيبة برشا مرأة طيبة برشا بناية طيبة برشا عجبتني على هيك وذكية فهمت؟ بوثينا أنتو عم تسمعي كلام ياسين ماذا ردك؟ والله أنا زادة نفس الأحساس هكا نحب على الصفات هذية أنا زادة أول ما تعرفنا على بعضنا نحكيلك معناها أول ما تعرفنا على بعضنا أنا معناها واقف مرة في بيرو ومتع لوكاسيون متع لوكاسيون ومتع ديار ومتع فهمت؟ وهي متعدية هكا معناها متعدية قدامي ونزلة أنا ما انتبهتش معناها جيت العين في العين من نظرة فهمت؟ بالعكزات بالعكزات كبير وتعدت معناها كل لقطة هذيك أنا ما جبت ليهيش خبرة نهاية بعد حكيت لي عليها اليوم طبعا عندكم حالة خاصة فيكم نتيجة التحدي اللي عندكم إياه نتيجة لما الشخص يفقد إجر أو إجر وحدي بتكملوا بعض شو اللي بميز علاقتكم عن علاقة أي أزواج آخرين عندهم تحديات مختلفة؟ والله خطر احنا نتعاونوا حاجة تصعب علي يعاوني فيها وهو كيف كيف تصعب علي حاجة أنا نعاونه فيها معناه نكملوا بعضنا نحسوش بالتعب مع بعضنا نعم كيف نظرة المجتمع لأيكم كيف النظرة لما بيشوفوكم مع بعض كيف بتكون ردود الأفعال؟ عادي عادي فما برشا يعرفونا يقابلونا في الطريق كي نمشي ويفرحوك يشوفونا وينظرونا بنظرة باهية شفنا ابنكم نعم ياسين تفضل نعم قلت لك نظرة المجتمع مختلفة كيف يعني؟ فيها الباهي وفيها معناها يخزروا لك يقولوا مسكين مساكن فهمت هكذا سقيهم معناها مقصوصة واحد فهمت كيفاش؟ مرد عاونهم وفهمت كيفاش؟ ويقولوا مصليعني بيع ليهم تبرك الله مختلفة معناها فهمت؟ يعني ربما إذا صح التعبير هي نظرة تعاطف بعض الأحيان تزعشكن هذه النظرة شو بتفكروا بلحظتها؟ لا لا ما تزعجنيش أنا نظرة التعاطف ما نفكرش بالعكس نتجاوز ونكون قوين تقوينا النظرة ذيكا نورمال ما نحس حد شيء عندكن ولد الابنكم ابنكم اليوم شو لما بيطلع فيكم شو بيقولكم شو بيسأل؟ هو فخور فينا هو فخور فينا يحبنا ونحن نحببوه برشا هو مزعينا حياتنا فهمت؟ بوثينات فضلي نعم هو يسأل يقول علش ماما عندك ساق واحدة وبابا نفهمه أنا حسب على قد مخه يعني نحاول بش نحكيلو شنو صار لنا صار لنا حادث وأحنا رأنا عباد عاديين وراه بش نكونوا معاكن نتكبر ونوصلوك ونقريوك والحمد لله ما شاء الله عليه يفهم هو لاحظنا ما نحصوش واللي احنا نقصين لاحظنا بالتقرير لاحظنا بالتقرير أنه عندكم تحديات اقتصادية نتيجة العمل في البعض بساعدكم شو اللي بتتمنوا تحصلوا على عمل شو الطلب لعنكم إياه احنا عنا شوية صعوبات مادية احنا خطر انا وياه ما نخدموش معناش شغل نتمنى وتكون عنا مورد رزق معنا تتلتل تفتلنا الدولة وتعطينا مورد رزق معناش نعم من أين تعيشون نعيش من جيراية 150 دينار وأصحاب بيسين يعاونونا يعاونوا فينا وكهو والحمد للله وشو اللي مخليكم مستمرين شو اللي بيعطيكم الأمل شو اللي بيعطيكم القوة الحب الحب هو اللي مخلينا مستمرين حبينا بعضنا برشا وأحنا منسلموش في بعضنا بالرغم كل الصعوبات المادية منسلموش في بعضنا وعلى خاطر ولدنا يلزمنا باش نكملوا المشوار الأهل نعم الأهل دعموا دعموا زواجكم صح الأهل والأصدقاء والأجواء اللي حواليكم والله دعموا زواجنا والله دعموا زواجنا طيب يطاف علي ويسئل علي ما يحبنيش نتعب وأنا كيف كيف مثلا باش نعملوا حاجة نقولوا أنا ليه متعب شروحك هو يقول لي أنت متعب شروحك نبدأ ونتخاصمه أنا نقول له ليه أنت يقعد متعب شروحك طيب نعم لنا وهو يقول لي ليه أنت متعب شروحك ما نحبوش التعب لبعضنا خاطر نحسه ببعضنا يعني إنسان عادي ما عندوش إعاقة ما يحسش بنا كما نحسوا ببعضنا فهمت ويسين ما تقول لي اليوم بعيد الحب لأبو ثينا يعنينا نحب ورواحنا ساعة كيف نحب ورواحنا كيف نحب ورواحنا كيف نحب ورواحنا فهمت تحب روحك أو تحب البشر الآخر الإنسان الآخر فهمت وأنا أقول له في عيد الحب أنا نحبك برشا 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 وربي يخليك أحنا نحب بعضنا من غير عيد حب ديما نحب بعضنا باتد يعني بكل هالحب اللي عندكم إياه لبعض نشكركم كتير لوجودكم اليوم معنا بشبابتوك وطبعا نتمنى لإلكم كل الخير وكل التوفيق ودايما نكون في حب برشا 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 أحب تقولي شيء تفضلي نحب كلمة الأخرى تفضلي نحب نقول حاجة بالنسبة للصعوبات اللي نعيش فيها ماذا بيناش كوني يعني عاوننا خاصة أن الدولة تقف معنا وتعاوننا خاطر نخمم على ولدي في مستقبل وين معنا نخمم نحب نكون له حاجة وخاصة فما برنامج تمنيت كان يجيني هو الكادو عيد الحب معناها الحاجة تمنيتها تجيني في عيد الحب وقلك عليها فضلي فما برنامج داري ديكو يعديوه في قناة تونسية نتمنى يجيني في عيد الحب ذلك أكبر كادو بالنسبة لي نتمنى نعمل دار الولدي يعني تقولين أنه في برنامج في برنامج في قناة تونسية بيجي على البيوت وبغير البيوت كما تقولين فعلا فعلا أنا ولدي دي ما يقول وقتاش ما ما يجي داري ديكوه نغمض عينيه ونشوف بيتي نعم أي قناة؟ قناة التونسية التونسية الخوار التونسي التونسية أكيد عم يشوفونا وإذا ما عم يشوفونا لح نحاول نوصل الرسالة أنا حاولت أن نتصل بهم برشة مرات ما لح نحاول نوصل الرسالة لأنه طبعا ما نعرش ما يمشيوش للناس المعاقين كيف نحنا نحنا ما عناش حق نشاركوا في البرامج هذه قلت لك نعم أكيد عم يحضروكن ووصلت الرسالة ونحاول نحنا نوصل الرسالة لأنه نحنا منبر طبعا للجميع شكرا للكم كتير ويكون في دايما حب برشة 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 من تونس شكرا كلمة حبيبي حبيبي كلمة أخويا نعم باختصار تفضل أنا نشكركم برشة نشكركم برشة نعم ونشكر أهل الخير نعم فما برشة يخدموا البره معناها وخيان يمصلي عني بي يعاونوا في أي ساعة ساعة نعم نشكرهم برشة شكرا شكرا للكم وربي معنا إن شاء الله نكمل نكملوا اثنائية مراتنا إن شاء الله شكرا كتير للكم لوجودكم معنا من تونس ننتقل الآن إلى الاستوديو شكرا جزيلا كان عنا جول اليوم مختلف في مختلف البلدان العربية من المغرب إلى مصر إلى أيضا إلى تونس والآن سنتعرف على قصة حب سوريا وخاصة اليوم بالتحديات المختلفة لموجودة نتيجة ما يجري في سوريا ولكن دايما في حب ودايما في أمل خلينا نتعرف على قصة يارا وسلاح بالتقرير ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى لدينا سباحة من هذا الطرف عبر هذا البحر بعد كل هذا الحب أو الرحلة اللي كان عندني حب دايماً عم يكبر واليوم الآن موجودين معي بالستوديو أهلاً وسهلاً فيكم يارا وأهلاً فيك سلاح أهلاً فيك شعفر أهلاً وسهلاً أهلاً مقصد أني معكم أهلاً وسهلاً فيكم لحن نسأل حابب أعرف أنتوا تحديات كبيرة وجهتكم في كتير ربما من المشاهدين اللي عم بيشوفونا بيعرفوا التحدي لما اتنين بيحبوا بعض كانت بالبداية منع غير معلنة لإلكم كنتم بس الوحيدين اللي عارفين عن حبكم لبعض وبعدين قلتوا للأهل والأهل يعني رفض البي شوية كان عنده عنده اختلاف وجهة النظر كان نفس المبدأ اللي نحنا بنحكي فيه أنه الأهل في عندهم وجهة نظر معينة يعني بنظرهم هنه صح وحابين يكونوا أكيد الأفضل لابنوا يختاروا والنقطة بتيجي لما يكون الأبن أو يكون الشاب أو الصبية محبتك شو كان شو قال لك بيك ببساطة الوالد بيش تنظروا أني أنا ممكن أي حدا من البنات اللي بنعرفون أو من قريبنا في كتير بنات بالنسبة له مناسبات لألي أنا كنت رافض المبدأ لأنه أنا كنت عندي إيمان أنه يارا؟ أنه يارا هي أنا اللي بنتلعب دور عليها ليه يارا؟ لأنه يارا لأنه صعب لاقي ما تلعرفت كيف لأنه صعب أن أشرح على الأعشيين اللي يحسوا معاهم على قلب الحنون أو على الحلوة أو على الجمار أو على سحر الضحكة يعني فيه كتير شغلات ما بحسنين أوصفة أنا بالحكي بس مثل ما قلت لك لأنه يارا وصعب لاقي مثل يارا فكان هو حاولت الإقناع بقى بتصفي بين جيلين لأنني أنا حاول إقناع بي وهو يأقناع لي بشات نظره وواضح أنه بالنهاية أنعته أنت مع أنه كان رافض ربما هو تماما وانبسط ويارا لما كنت عارف أنه أنت أنه أنت بتحبوا بعض وتعرفتوا على بعض بس ويلده رافض شو كانت ردت فعلك؟ هذا شيء أنا ما عرفته لبعد ما تزوجنا بعد ما تزوجته بعدين عرفتي أنا كنت تماما بحاول أني ما تقول له ما بوصل للفكرة لأنه بالأخير أنا عرفا أنه وجد نظر البابا هي مو شخصية تجاه يارا بس هو بيعتبر الأفضل لك هو فكرة تماما يارا ليه ليه صلاح؟ ليه صلاح؟ هلأ بقلك لأنه صلاح لأنه حدا كتير حنون نفس الشي يقلك هو الحنية هي كحدا أنه يكون هيك كل شي بيخاف عليك بالماء اللي بدك تشربه بيسأل عليك أنه ما بتفكر بشي تاني ما بتفكر له بشكل طبعا هو ما في دعية أو أنه حلو ما بتفكر له بمال بأي شي يعني أنه بس أنه حدا بيسأل على أصغر تفصيل بيخصني أنتوا وقتا كنتوا تشتغلوا نتيجة الحرب في سوريا تطرأت تروحوا على تركيا بعدين اشتغلتوا وسط كمان أنه طبعا وضع اقتصادي كان صعب شو اللي أعطاكم هايدي القوة مع بعض إنكم تستمروا لدرجة أنه تطرأت أن تتبيعي الخاتم الخاتم الزواج عشان تقدروا تشتروا سترة النجاة عشان تعبروا البحر أو تغامروا بحياتكم أنت أيضا تحدياتك عندك إياها شو اللي خلاكم دايما تتخطوا كل هالصعوبات هلأ في نقطة كتير مهمة هو أن الحب وصن فينا لغير المستوى يعني هلأ نحنا أكيد كنا نحب بعض مثل أي اتنين بديت قصتنا بلايك على الفيسبوك وأكيد بس بنتعمل لايك لشاب احتمال كبير يعمل قاد يبقى عملت قاد وكتير حكيانا مع بعض وحبينا بعد بعدين صارت شوية مشكلة صغيرة ودخلت الحرب لحلب وظلنا ثلاث شهور لا نشوف بعضها لعنى أي معلومة أنا كنت بفكر أنه هي زعلانة مني وطر أن تحكي معي وهي فكرتني أني أنا كمان اختفيت ظلنا ثلاث شهور يجيب نفس المكان بنفس المفرق اللي مكشوف فيه بعض بعد ما تخلص شغلها لحتى بالك الصدفة أني شوفها وما شفتها وما شفتها لحتى أن فقدت الأمر يعني أول مرة أنتوا لايكينت من على الفيسبوك أول حب كمان أول حب كان على الفيسبوك هذا هو الحب كان يعني ممكن نقول من لايك إلى زواج وأيضا اليوم عندكم بيبي كمان خالد خالد لما لما أنت قررت أنه مستعد لكل شيء لتغامري مع صلاح تبيعي خاتم الزواج حتى اللي هو في كتير سيدات أو حتى رجال بيتمسك شو اللي كان يعطيك القوة وشو الأمل اللي كان عندك أول شيء كل حدا بيقول لك أنا سوري كب كل شيء يعني ما بقى في عنده لعبات ولا أصدقاء ولا شيء فكب كل شيء وراء وصار عنده أنه هدف لقدام هذا هو شيء فإنه هذا لما يكون قلبه موجودين بالضبط بس لما يكون فيه اثنين عائلة أنه خلاص نحن نبدأ مع بعض نحن نعمل كل شيء مع بعض ونخطط كثير لشغلات لقدام مع بعض بيخليك تعمل أي شيء هي النقطة لما نحن وصلنا لعدام الأمل بتركيا أنه نحن حاولنا نشتغل حاولت عمل استثمار معين كانت الخسارة وشوف نحن أنه ما رح نحسن أسس عائلة كان الخيار رحيد أنه نحن لازم نجرب حظنا مع بعض وكان الموضوع أنه نحن نحن نعيش مع بعض يأما نحن نموت مع بعض كان عنا سيئة كبيرة أنه نحن نقطع هاي المسافة كانت يارا هي الطاقة وهي الدافع وهي السبب حتى نحن وصلنا هي صحة الفكرة نحن نتحدث في ويلدك الدكتور خالد غباش عم يستمع لإلنا وحابب أعرف سيد دكتور خالد تسمعني أيها أخي جافر تسمعني أنت موجود معنا عبر سكايب عندي سؤال لإلك وباختصار شكراً لوجودك معنا واسمعت اليوم ليا را وصلاح النعم يشوفوك اليوم لما كنت أول شيء أنت رافض أنه يارا أو صلاح يتزوج يارا واليوم بتشوفهم مع بعض شو الفرق اليوم؟ شو بتقلهم؟ حبيبي جافر أول شيء ردنا على سؤالك في بداية الحلقة الحب الحقيقي موجود ولما موجود أكيد موجود والذي احنا عايشين فيه ودليل أنا وزوجتي والأبني وزوجته الحمد لله الله يهنيهم فببداية اللقاء بحب عيد على حضرتك وعلى أبني وعلى زوجتي بيعيد الحب على كل البشرية واتمنى إن شاء الله إلهي يكون الأيام أحلى وأحلى لسوريا ولكل العالم فهي القسم الأول القسم الثاني أنا سمعت لقاء حضرتك مع صلاح وصلاح قال أنه في البداية أنا كنت معطرد طبعا ما هو بالضبط هذا الحقيق تماما أنا بالنسبة لألي كان لي وجهة نظر كأب شيء طبعا كل أب يعني بيتمنى لأبنه الأفضل وهو نحن بالأصل أنا وأمه علمناها على الحب يعني ليندا هي اللي كانت دون أكبر بتعليمه بصراحة وتربيته على الحب وحب الاختيار فأنا والنسبة لألي ما كان عندي فرض رأيه عليه أنا كان مثلا كنت فيارة ما كنت أعرفها طبيعي ما يعني الإنسان عدوه ما يجهل وبالتالي أنا ما كنت أعرفها ما كان فيني أقول إيه ولا لا بينما كنت أعرف بنات مثلا ريبيننا بنات عمه فكانت برأيي أنه ممكن يكون ناس بيناه وأنا كنت أتناقش معه قال له بابا مثلا سيمة البنات سيمة البنات أنا أحبّا ممكن تكون من ناس بيلك أنا لا بابا فكان النقاش هو محور بناتنا طبعا هيك هو الحالي الموجود هو الحالي الموجود أنه الكثير من الأهل بيعتبروا اللي بقولوه إن الأفضل لأولادهم ولكن بالنهاية الأولاد والدليل أنا أستاذ جعفر أنا ما أعتبر الحالي أفضل والدليل أنا وفقت على رأيه بالأخير اليوم شو بتقول لهم اليوم لما بتشوفهم مع بعض لأنه للأسف الوقت دي باختصار شو بتقول لهم اليوم أنا بقول لهم كلمتين حلوين كل سنة وسلمين وإن شاء الله تكنوا مع بعض بنفس الحب اللي بديتيتوا فيه وأكبر عفت كيف بس تقع دائما يعني مسؤولية كبيرة على الحبيبين نعم أنه يسبتوا أنه حب صح يعني أنا حتى أقتنع أنه حب صح لازم يكون المحبة والاحترام الموجود للأطراف يعني هلا بالنسبة لأليه شكرا عمكة عفت كيف أستاذ كارم وبالأخير راح بسأل لك كلمة شكر لألكون شكرا 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 لألك ولكمية المحبة اللي دخلت كمان عنا على السوديو شكرا لألك دكتور خالب شكرا شكرا لألك وبعتذر لأنه الوقت تصير شكرا لألك سلاح أنت اليوم عندك مفاجأة ليارا الستيج لألك تفضل أكيد نحن بحالة المشاكل اللي عبتصير بالوطن يعني الواحد أكيد لاحظ يكون في عنده السلام الداخلي السلام الداخلي أو البحث عن الوطن راح يكون مضروري الوطن يكون ليس شرطا أن يكون أرضا كبيرة قد يكون مساحة صغيرة حدودها كتفين إن كان لي وطن فوجهك موطني وإن كان لي دار فحبك داري من ذا يحاسبني عليك وأنت هبة السماء ونعمة الأقدار من ذا يحاسبني عما في دمي من لؤلؤ وزمرد ومحاري تسمحي لي دملك شغلي عجنا أنت بعد خاتمك لما كنا نحن بحاجة أنا أكيد برح نسألك ياها أنا وعدتك أني رح أود لك ياها الشغلة الأهم أني أنا بسبب الحرب محسنت قدام الناس كلها أعترف لك بحبي محسنت أنني أمر عرس كبير بس أنا هلأ من شاشة شباب توك من دويت شيفيلي حابب كل العالم يعرف كل العالم يشوف قداش بحبك ورح ضال حبتك لآخر يوم بعمري شكرا لكم وتشكركم كثير كثير شكرا لكم شكرا لكم شكرا شكرا لكم شكرا لكم تحبكم باستخدام شكرا لكم وختيام اليوم طبعا مع كل هذا الحب ومع أحلى الحب اللي بدوم فترة طويلة بدوم أكثر من سبتين سنة شوفوا هيدا القصة وشوفوا الحب اللي بدوم طويل حب زمان أحبها أحبها من الله هي قربي من خذية الهليلة نجمش منغني دع المابي أحبها من خلطها معا أقول لي حلوة وقالي كمان كنت كويسة وحبين بعضنا قال للموت يفرج بيناتنا بس حب حلو كتير وحب زمان حلو وبعد ومستمر بتمنى للجميع كل عيد وانتوا طبعا دايما بألف خير وبتمنى أيضا للسينجلس يلي عم يحضرونا أنوا تلاقوا الحب وأهم شيء كل واحد يكون مبسوط حوارنا مستمر وبرنامجنا مستمر دايما على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى تويتر ودايما فيه 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 حب كتير وطبعا هيدا القلب اليوم كان هو دليل على حبنا للكون خليكن عم تشاركوا عم تتابعوا معنا وتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا جزيلا اليوم إلى اللقاء شكرا باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة